بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي تقدر تحمل اي مقطع صوتي او اي تسجيل صوتي اتبعت لك او انت ابعته لأي حد من خلال مسينجر الفيسبوك على موبايلك الاندرويد طبعا ما ينفعش تنزل اي تسجيل صوتي من خلال مسينجر الفيسبوك بشكل مباشر لان ده اصلا مش متاح في الفيسبوك ولا حتى مقاطع الفيديو فبالتالي فيه طرق غير مباشرة علشان تقدر تنزل المقاطع الصوتية دي وحتى لو رحت لي الفولدر بتاع فيسبوك على الجهاز بتاعك من الفايل مانجر ودهرت على المقطع الصوتي بتلاقيه مشفر ومش هينفع يشتغل معك الا بطرق كده تحت السلم ولكن هنشوف مع بعض في الفيديو ده ازاي تقدر تنزل اي تسجيل صوتي سواء انت ابعته او حد ابعته لك من خلال مسينجر الفيسبوك كل اللي عليك انك هتيجي تفتح اكاونت الفيسبوك من خلال البراوزر او متصفح الانترنت سواء جوجل كروم فيرفوكس اوبرا اي متصفح موجود عندك مش من الابليكيشن بتاع الفيسبوك نفسه فهنا هنجح افتحه من خلال جوجل كروم طبعا بعد ما بتعمل عملية تسجيل الدخول ويفتح الاكاونت بتاعك هتيجي تختار الرسائل فيفتح الرسائل عندك من خلال البراوزر نفسه هتختار المحادثة اللي انت عاوز تنزل منها مقطع الصوت واوما بيظهر لك بتلاحظ وجود علامة الدولوت جنب المقطع الصوتي بمجرد ما بتدوس عليها بيبدأ عملية التحميل على الجهاز بتاعك وهي شغالة هي زي ما احنا شايفين طيب علشان تعرف مكانها بتروح لي الفايل مانتجر او مدير الملفات اللي موجود على الموبايل بتاعك او اي برنامج انت بتستعمله ممكن برنامج اس فايل اكسبلولر هسيب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو لكن ممكن توصلها عن طريق مدير الملفات انك هتفتح الفايل مانتجر زي ما احنا شايفين قدامنا بعد كده هتدور على فولدر داونلود هتدوس عليه هتلاقي جواه اي حاجة انت حملتها من خلال متصفح الانترنت فادي المقطع الصوتي فبكده تكون قدرت تحمل المقطع الصوتي بكل سهولة عن طريق متصفح الانترنت سواء كان بقى جوجل كروم فارفوكس ولكن انا بفضل جوجل كروم او اي متصفح انت بتحبه في الاخر لو عجبك الفيديو مشتش يدعمني بانك تضغط لايك لي وسبسكراب او مشترك القناة من الى ايقونا المدارة اللي فوق بالروس دي ولو كان عندك اي استفسار واي اقتراح يريد تسيبولي من خلال التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو ولو حابين طريقة التحميل من خلال الديسك توب من خلال الكمبيوتر قولولي من خلال التعليقات واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته